موسيقى اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقة برنامجكم الاتيكيت معكر في حلقة النهاردة حنتكلم على ايتيكيت استخدام التليفون سواء التليفون العادي بتاع البيت او الشغل او التليفون المحمول في البداية قبل ما اعمل المكالمة بتاعتي لازم اكون محدد كل الحاجات اللي هستخدمها في خلال المكالمة على سبيل المثال لو انا هكلم واحد زميلي في الدراسة عشان اراجع معي مثلا المحاضرات اللي اتخذت النهاردة في الكلية فبقى محدد جنبي الورق اللي هتكلم معاه منه بقى محدد جنبي الكتب محدد جنبي ورقة وقلم لازم بقى محدد كل الحاجات دي ومخليها جنبي قبل ما اعمل المكالمة لان ما فيش داهي ابدا ان بعد ما اعمل المكالمة وانا بتكلم مع صاحبي او زميلي اقول له تبص خليك معي معلش شوية اروح اجيب الكتاب او خليك معي شوية اروح اجيب ورقة وقلم هذا مش من الزوق ان اخلي حد تاني مستنيني على الخط الناحية التانية خصوصا لو كانت المكالمة دي مكالمة عمل لو انا بدي تقارير لمدير او بدي تقارير لحد من الزمله لازم امجهز التقارير بتاعي امجهز كل حاجة موجودة قدام على المكتب قبل ما اعمل المكالمة انه ماش صاحش ابدا ان اخلي احد خصوصا فوقت العمل يستناني ولو لدقايق بسيطة لما بتصل بحد سواي بمكالمة منزلية او مكالمة عمل اكون رواقي جدا في الطلب بتاعي بتصل وبقول لك التحية على ما يرد علي بقولوا والله انا فلان الفلاني وعايز فلان ولو انا بتصل في مكالمة شغل بقولوا والله انا فلان الفلاني وعايز فلان وعايز في موضوع كذا 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 لان غالبا اللي بترد علي او اللي حيرد علي بيكون سكرتير او بيكون موظف متخصص لاستقبال التليفونات فممكن يكون عنده فضول شوية ان هو بيبقى عايز يعرف انا مين وعايز فلان اللي موجود في الشغل ليه فانا برضي الفضول بتاعه وبقول له والله انا محتاجه في كذا 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 بديله نبزة مختصرة عن المكالمة بتاعتي طبعا لانا ما كانش فيها اي حاجة سريية او اي حاجة خاصة بالمتخاصصة تفصيليا او في الشغل ادلو نبزة مختصرة بابتسامة ظريفة حتى وانا بتكلم في التليفون وبقول له يحولني بالشخص اللي انا عايز اتواصل معاه لو انا بستقبل تليفونات فيش دعي ابدا ان انا ادي اي معلومات لأي شخص غريب يتصل بي وعلم اولادي النقطة دي اخلمهم كويس قوي ان ما قوعوا حد غريب يتصل بيكم وتدولوا اي معلومات او اي بيانات عن الناس اللي موجودين في البيت ده شيء من خصوصياتكم وما فيش ابدا داعي ان كنت تده معلومات او بيانات لشخص غريب وده من حقكم طبعا في استخدامي للتليفون المحمول بحوالي على قد ما اقدر ان تكون المكالمات بتاعتي مختصرة ومتحددة في نقاط معينة التليفون المحمول كان استخدامه ان انا بخلص بي شغلي او بخلص بي موعيدي بخلص بي حالاتي اجتماعية في مكالمات بسيطة فيش داعي ان انا تبقى المكالمات بتاعتي مكالمات طويلة وافتح مواضيع كثيرة في التليفون المحمول كمان من النوات المهمة اللي لازم أخد بالي منها إن أنا ما فيش داعي إن أنا أعلي صوتي وأنا بتكلم في التلفون المحمول خصوصاً لو كنت في مواصلات عامة أو في مكان عام في مطعم حتى لو في الشارع وأنا موجود في شغلي فيش داعي أبداً إن أعلي الصوت بتاعي وأنا بتكلم في التلفون المحمول الناس اللي حوالي مش من حقهم إن هم يسمعوا التفاصيل الحياة الشخصية وفي نفس الوقت من حقهم إن هم ينعموا بالهدوء في المكان اللي هم موجودين فيه فيش داعي أنا أتكلم بصوت عالي عشان ما سبب لهمش إزعاج أتمنى في نهاية حلقتنا تكونوا استفدتم معنا وشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية مع برنامجكم الاتيكات مع كرم